السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بلقاكم في حلقة جديدة كما سبق وعدتكم في الحلقة السابقة سوف نتعرف على CSS2 وتحديدا على Selected CSS2 ما هي هذه Selected CSS2 وما دورها على صفحة الاشتامل هذا ما سوف نتعرفه في هذه الحلقة أول شيء ندب إلى مكان العمل نفتح صفحة الاشتامل لنرىها على البروزر هذه آخر نتيجة توصلنا إليها نذهب إلى الكود الخاص بهذه الصفحة وهو المتواجد هنا هذه صفحة CSS الخاصة به من أجل أن نتعرف على Selected CSS2 سوف نستعمل الطائق الخاصة بStyle style type يساوي text slash CSS ثم نغلق هذه الطائق أول Selected سوف نتعرف عليه A أكبر من B هذه هي الكتابة النظرية ماذا تعني A أكبر من B تعني كل الأبناء B لأب A سوف نفهم هذا جيدا في التطبيق لنأخذ مثال على ذلك انظروا لدينا هذه الطاقة طاقة طاقة الأب ثم نأخذ الإبن مثلا على سبيل مثلا نأخذ الفقرة نأخذ انظروا توجد هنا فقرتان نأخذ B ثم نفتح المعقفات ونعطي لون ننظروا نعطي اللون الأخضر هذه الكتابة تاني تغيير لون الفقرة الإبن لهذا الأب بمسح هذه الكتابة Ctrl S ثم نضغط على Refresh انظروا لقد تغيرت الفقرة الأولى فقط لماذا تغيرت الفقرة الأولى ولم تتغير الفقرة التانية لأن الفقرة التانية ليست ابن مباشر للأب انظروا هذا الأب وهذا ابن وهذا ابن وهذه الدف أيضا ابن لكن هذه الفقرة تسمى حفيد لكي نفهم أكثر وتتوضح الأمور لنأخذ نقوم بمسح هذا الرمز هذه الكتابة تغيير الفقرة أب سواء كانت ابن أو حفيد لهذا الأب نضغط Ctrl S انظروا وضغط على Refresh انظروا لقد تغيرت الفقرة الأولى والتانية لأنهم أبناء وأحفاد للأب أعتقد أن الأمر بدأ يتضح لكن عندما نضع هذا الرمز يعني فقط الأبناء المباشرين فقط الآن ننتقل إلى Selected من نوع آخر وهو A Please B وهذا يعني العنصر B المتواج مباشرة بعد العنصر A لنعطي مثال قصد الفهم H1 Please B نقوم بفتح المقوفات ونضع Color Read هذه الكتابة تعني تلوين جميع الفقرات المتواجدة مباشرة بعد العنوان H1 نضغط على Ctrl S ونرى ماذا سوف يحصل انظروا تم تغيير هذه الفقرة لأنها مسبوقة ب H1 وكذلك تم تغيير هذه الفقرة لأنها مسبوقة ب H1 ولم تتغير هذه الفقرة انظروا هنا H1 هنا H2 لذلك لم تتغير وهنا كذلك H1 لذلك تم تغييرها نمر الآن إلى Selected من نوع آخر وهو مهم جدا يستعمل كثيرا في القائمة مثل هذه وهو يكتب على هذا الشكل A نقطتان A نقطتان First Child وهو يعني الإبن الأول ويوجد كذلك هذه الكتابة Last Child ويعني الإبن الأخير لنقوم بتطبيق مباشر نقوم بكتابة L أي هنا العنصر الأول للقائمة L لهذه القائمة وهنا نقصد العنصر الأخير لهذه القائمة لنطلع العنصر الأول اللون الأحمر والعنصر الثاني والعنصر الأخير اللون الأصفر ثم نضغط على Control S لنرى ماذا صفاء يحصل انظروا إلى خلفة العنصر الأول والعنصر الأخير لقد تم تغييرها الآن لنرى Select آخر وهو يكتب بهذا الشكل A ثم المعقفات ثم ATAG أي Atrib على سبيل مثلا نختار فقرة ولها عنصر عنصر اللغة Long عندها تواجد أي فقرة لها عنصر اللغة نقوم بإعطائها مثلا لون معين أو نعطيها مثلا شكل الإطاليك انظروا إلى هذه الكتابة نقوم بمسح الكتابة النظرية حتى لا تعطينا مشكل Control S هنا يوجد لدينا فقرة لديها عنصر اللغة وهنا كذلك إذن هنا فقرتان وهنا فقرات دون عنصر اللغة انظروا نضغط على Refresh ونرى انظروا إلى الفقرة الأولى والتانية أصبحت بشكل الإطاليك الآن لنرى Select آخر وهو يكتب على هذا الشكل A Atrib يساوي Val أي قيمة مثلا نحن نختار نريد أن نحدد فقرة ولديها قيمة لعنصر على سبيل المثال نختار فقرة وهذا الSelector صالح لأي طاق ليست فقط الفقرة نصت النسام للLink والAMG وعدة طاقات أخرى هذا فقط على سبيل المثال A Tag تساوي F F هنا يجب أن نكتب اسم العنصر Long يساوي FR نظروا لدينا فقط هذه الفقرة التي لديها عنصر اللغة بالفرنسية نعطيها مثلا لون معين نقوم بمسح الكتابة النظرية Ctrl S ثم نذهب إلى الصفحة ونقوم برفريش نظروا لقد أعطينا الخلفية صفراء للفقرة التي لديها عنصر اللغة يساوي FR الآن لنتعمق أكثر مثلا لدينا Tag ولديها عنصر ويحتمل عدة قيم من بينها هذه القيمة تكتب بهذا الشكل مثلا يوجد لدينا Tag ولديه عنصر ومن بين قيم هذا العنصر هذه القيمة أي لست لدي قيمة واحدة بل لديه عدة قيم ومن بين هذه القيم هذه القيمة الموجودة هنا نستعمل هذا الرمز على سبيل المثال نكتب P أي فقرة ثم عنصر اللغة ثم قيمة قيمة من بين القيم المتواجدة وهي وهي الإنجليزية نضغط على Ctrl S نقوم بمسح الكتابة النظرية ثم نعطي لون نأخذ على سبيل هذا اللون ثم نقوم بالتغيير مثلا F هنا نضغط على Ctrl S انظروا هنا توجد لدينا فقرة ولديها عنصر اللغة ولديه قيمتين قيمة N و F نضغط على Ctrl S نضغط إلى الصفحة ونضغط على Refresh انظروا كيف تغيرت أصبحت بلون آخر الآن بعد أن نرأينا طريقة الاشتغال على لسيلكتر CSS2 ورأينا أن دورها مهم وهو الوصول إلى جميع ناصر صفحة الاشتعمال والتعديل عليها من أجل إضافة استبغتك الخاصة عليها سوف نتعرف في الحلقة المقبلة على لسيلكتر CSS3 وأتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم وإذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوها مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع وإذا كانت لديكم أي تساؤلات سأكون جد مصرور بالإجابة عليها من خلال التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر